السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورا سبورت الاهلوية المحترمين اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها عن ما بعد مباراة النادي الاهلي بعض الحاجات اللي حصلت بعد المباراة لكن في البداية ما تنساش الفيديو ده موجه لكل الاهلوية عشان كده احنا مش عايزين حد غير الاهلوية يتابعنا لو انت مش اهلاوي ما تفرجش على الفيديو عشان عصابك وما تزعلش من هنا لكن الكلام للاهلوية اشترك في القناة فعل جرس التنبيهات واعمل لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا والمتابعين في كل مكان للأسف بعد آآ مباراة النهاردة بسبب مدرب مغرور عدد من اللعيبة شوية لعيبة آسف في اللفظ مش رجالة مش رجالة مش رجالة معنى كلمة مش رجالة النهاردة اديت الفرصة لواحد طول الموسم محطوط عليه طول الموسم مش قادر يتكلم ولا قادر يتنفس انسحب امامك في الدور الاول بسبب خوفه من موجهة النادي الاهلي اللي كان لسه عنده بصيص من الروح في لعبي النادي الاهلي فانسحب من امامك في مباراة الدور الاول نهاردة انت اديته الفرصة انه يبقى اعلى منك في بطولة افريقيا نفسيا وفي حال مواجهتك ليه هيكون المعنويات والحالة النفسية والمعنوية هتبقى عند المنافس افضل منك بكثير السبب ده ان لعيبة النادي الاهلي زي ما قلت لك في عدد من اللعيبة مش رجالة ولا قد قيمة اسم النادي الاهلي واتشيرت النادي الاهلي زعل كله مش على الهزيمة كل الفرق كل فرق العلم بتقسر انت الاول وكسبان الدوري وحاسم الدوري من زمان مش من النهاردة ولكن الزعل كله والقهر كله ان انت مبقتش بتحس بروح النادي الاهلي في الملعب مبقتش بتحس بقيمة او احساس اللعيبة بقيمة التشيرت اللي لابسينه اللعيبة مغلوبين اثنين واحد وهجمة مرتدة علينا خمس لعيبة بتتمشى في الملع. بتتمشى. ما بيجروش. بيتمشوا. الجن الاول اللي دخل في النادي الاهلي. محمد هاني برضو راجع بيتمشى مع ان هو اللي الكرة مقطوعة منه من الاساس. يعني المفروض يرجع بسرعة عشان يغطي المكان بتاعه لان هو اللي تسبب فيه الهجمة المرتدة على النادي الاهلي. ولكن الراجل ماشي بيتمشى وراء اشرف بن شرق من بداية الهجمة. يعني حتى لو كان عمل فاول تكديكي ما كنتش لبست الجن الاولين في الظل ما انتم سيطر على المباراة. ولكن كلمتين بس من الاخر كده مش عايزين نتكلم كتير ولكن كده كده كلنا عارفين ان الدور بنسبة كبيرة خلصان للنادي الاهلي. والنادي الاهلي حسم امر الدور بنسبة كبيرة. الاهم بالنسبة لجماهير النادي الاهلي دلوقتي هو دورة ابطال افرق. مع احترامة كامل لرنيف فيلر. ادارة النادي الاهلي مفروض تقعد معا. كابتن محمود الخطيب. كابتن محسن صالح. انت مكمل معانا ولا مش مكمل معانا? بس. لان ما ينفعش. اللي بيحصل ده ده اسلوب واحد عايز يطفشك او عايز يطفش. بيقولك كده يعني اديني الشرط الجزائي ومشيني. ده مش اسلوب مدرب بيبني فرقة وعايز ياخد بطولات. لأ. ده اسلوب مدرب. راجع من سويسرا عايز ياخد الشرط الجزائي ويمشي بعد العروض اللي تقدمت لي مؤخرا سواء كان من بيرامدز او من احد الاندية الخليجية. فلازم جلسة من كابتن محمود الحطيب مع فيدر. ايه اسباب تراجع اداء النادي الاهلي? ايه اسباب التأليف والغرور والعنجاهية اللي انت فيها من ساعة ما رجعت لنا من سويسرا ما حسسني ان انت اه بالستاشر فوز متولد المتتالي اللي انت عملتهم انك عملت اللي ما بيتعملش. انت لعب 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 فرق على قدها. انت ملعبتش فرق مستويات عشان اقدر احكم عليك واقول ان انت المدرب اللي ما جاش زيه ولا لي قابله. انا كان عندي من والجزائي عمل سبعتاشر فوز متتالي. عمل انجازات وارقام انت لو فضلت عمرك كله مش هتعملها. بالشكل ده مش هتعملها. فلازم جالسة من قدارة النادي مع ريني فيلر لحسم كل الامور. بخصوص الكرة بتاعة وليد سليمان وجمهور نادي الزمالك والسوشيال ميديا البيضاء والاعلام الابيض وكابتن ميدو والدنيا كلها مقلوبة على وليد سليمان رئيس نادي الزمالك بيطالب بمحاسبة وليد سليمان المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك بيحاسب او بيطالب اتحاد الكرة انهم يوقفوا وليد سليمان وان دي مش اول واقع. نفس الجمهور ده اللي بيطالب بوليد سليمان يتوقف عشان كرة كل كل الحكام قال لك وليد سليمان مالوش مالوش زنب فيها. كرة كرة وليد سليمان. وليد سليمان لعب الكرة بدماغه. انا مش زنبي ان اللعب بتاعك داخل معي غلط. دي مش زنبي. ربنا ايش في محمد عبدالشاف دي حاجة على جنب. محمد عبدالشاف واحد من اللعبة المحترمة والقلائل المحترمين في الكرة المصرية. في عندك لعبة كده اهلي وزمالك. وليلين هنا وهنا اللي كل الجمهور في الناحيتين يشهد لهم بالاخلاق. من ضمنهم محمد عبدالشاف. فمحمد عبدالشاف ربنا يشفيه ربه يتم شفاقه. على خير ولكن الفكرة ان الجمهور اللي بيطالب بدبح وليد سليمان دلوقتي كان بيهلل من تلات اربع خمس شهور في مباراة السوبر لما حت تعيل ضرب وليد سليمان في ظهره. طلعوا يطبلوا ويزمروا ويفتخروا باللي عملوا اللاعب الصغير مع وليد سليمان. وليد سليمان النهاردة كل الخبراء كل اللي بيفهم كرة كل اللي بيفهم كرة مش بياكل بليلة كل اللي بيفهم كرة قال لك وليد سليمان مالوش داخل بقصابة محمد عبدالشافي وليد سليمان راجل بيلعب الكرة بدماغه. كون ان الرأس تغبط في الرأس اه جسم يغبط في جسمك دي مش بتاعتي بقى. انا راجل اللعبت الكرة بتاعتي انت اللي جاء علي. مش انا اللي جاء عليك زي ما تكون انت مثلا عربية ماشية. وهب عربية جات لبست فيها. هل العربية اللي كانت ماشية كده الزنب زنبعة? انا ماشي في طريقه ولعبت الكرة بتاعت انت اللي متداخل معايا. فده بالنسبة لي اه الجمهور اللي اغلبه اغلبه اه مهزوز نفسيا او تعباد نفسيا او مريض نفسيا وكمان بجح. وكمان بجح. طيب. بالنسبة لي اه دكتور طه اسماعيل النهاردة كان له تصريحات مهمة جدا جدا جدا. دكتور طه قال انه هو بيحمل في المقام الاول ريني فيلر المسئولية كاملة. وفي كل حاجة غلط في تشكيل النادي الاهلي وفي نتيجة المباراة. وبيقول انه هو ما كانش عايز يرجع من الاساس. وريني فيلر قبل الكورونا حمادة وبعد الكورونا حمادة تاني. قال ان بجي اثبت انه هو مهاجم قوي جدا. في وسط الظروف الصعبة دي لكن كان بيقدم اداء وشخصية طاليق بالنادي الاهلي. قال ان في لعيبة في الاهلي بعيدة عن مستوها بها فترة. واولهم محمد هاني واجيه ومعلول. وحتى افشا ما قدمش شيء حتى اه الان. قال ان فيلر عليه انه يشتغل ويعيد الفريق لسابق عهده. وان ياسر ابراهيم مدافع بطيء الحركة جدا وارتكى باخطاء غريبة النهاردة في الكورة. بس عايزين نقول حاجة في حتة ياسر ابراهيم. مش عايزين نزلم ياسر ابراهيم لان احنا كنا من اسبوعين بنقول ياسر ابراهيم افضل مدافع في النادي الاهلي. النهاردة ياسر بلعب مش في حتته. ياسر ابراهيم عدلته شمال. ياسر ابراهيم عدلته شمال زي ايمن اشرف كده. حطه سردباك شمال. على عدلته رجل شمال. ما عندهش يمين هو. حتى النهاردة في الترقيسة بتاعت بنشرق واضحة قوي. ان انا راجل ما بعرفش العب باليمين. وحتى قبل المطش قلتلكم اتمنى ان رمي ربيعة واي حد من الاتنين. يا ايمن اشرف يا ياسر ابراهيم. لان الاتنين ما ينفعوش يلعبوا ناحية اه اليمين. بالنسبة لي اه كمان قال ان هو ما بيحبش يهاجم حد. لكن في لعيبة ما تنفعش تلعب في النادي الاهل. وده عنده حق. وده عنده حق. النادي الاهل. محمد هاني لا يصلح للنادي الاهل. مروان محسن لا يصلح انه يمشي من جنب سوري النادي الاهل. واقولك على التصريحات مروان محسن بعد المباراة وبعد الفرصة الضيعة اه او فرصة الافسايد اللي عمل فيها زي عاطف ومرديش يجري عليه. اه في لعيبة الافارقة عندك مفيش عندي غير علم علولي وقالي ديانج وقالي وبانشي. تلاتة دول ماشي. اوكي دول يكملوا. جونيور اجاية مع الف سلامة جونيور اجاية بالنسبة لي بيلعب مباراة او عشرين مباراة لا. ده جونيور اجاية. اللاعب الاخر وهو جيرالدو ده لاعب اه حصان. حصان كسرعة. انما بيعابش يعمل ايه? هو بيجرب الكرة لحد ما تلغبط في رجليه ويقف. تقطع منه ويقف. هو مفسد للهجمات بتاعتنا. يعني في وجود جيرالدو داكوستا بنلعب نقصين واحد. والفرقة التانية بتلعب زيادة واحد. هو يعتبر مدافع مع الفرقة. فالناد الاهلي محتاج ان اللعيبة اللي ملهاش انها تلبس تشيرت الناد الاهلي او تشيرت الناد الاهلي تقيل عليها مع الف سلامة. شكرا مع الف سلامة يلا. لعيبة الاجانب. في عندك اتنين اجانب لا يصلحوا ان هم يلعبوا فرقة درجة تانية. سواء كان جيرالدو او جونيور آآ 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 طيب. تعال نخش على آآ المشادة دا. ما بين آآ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وما بين كابتن مجدي. رئيس نادي الزمالك قبل المداخلة كابتن مجدي كان بيتكلم ان رئيس نادي الزمالك لما بعد عن الفرقة الفرقة بقت بتكسب. طبعا رئيس نادي الزمالك دخل عمل مداخلة وقال ان مجدي عبدالغني يلم نفسه يلم نفسه ويخليه محترم. قلتم ما استنى شوف يمكن في رد فعل من كابتن مجدي هيرد يقول ايه على الشتيمة دي? او لما حد يتكلمه يقوله بالطريقة دي تخليك محترم ولم نفسك. لا. لازم ترد على نفسك. على الايهانة دي. ولكن صاحبنا بالله عمل نفسه مش من هنا ولا كأنه سمح حاجة وسكت وجرئيس نادي الزمالك كمل المكالمة بتاعته وقال انه عمل جلسة ما قبل المباراة مع لعابي نادي الزمالك وكان من اهم الاسباب في لقاء اليوم هو الجلسة بتاعته هي السبب في الفوز وقال ان احمد وامير ما بيناموش دايما دي جملة محفوظة ما بيناموش من اجل جمهير نادي الزمالك ومن اجل الجمعية العمومية. كابتن مجدي عبدالغني انت ليه النهار بتهاجم ادارة النادي الاهلي. وللنهار بتتقيب ادارة النادي الاهلي بالضعف. حضرتك مردتش على رئيس نادي الزمالك ليه? ده سؤال. رئيس نادي الزمالك دخل عمل مداخلة. قال لك لم نفسك يا مجدي خليك محترم. معنى كده انه بيقول لك يعني بالمفتشر او بالبلد الفصيح. انت مش محترم. مردتش ليه يا كابتن مجدي. ولا هو انت متقدرش تفتح بقك غير على الاهلي. ما تقدرش تطول لسانك غير على اقدارة النادي الاهلي. لكن لما يخش رئيس نادي الزمالك ويقول لك لم نفسك خليك محترم فين الرد بتاعت? ما طلعش يا رب. طيب. بالنسبة ليه الاخ مرواد محسن. مرواد محسن. طلع بتصريحات مهمة جدا. بعد الكرة اللي سابها. اللي المفروض الكرة دي اقسم بالله. ما يخش النادي الاهلي التاني بسببها. ما يخش النادي الاهلي تاني بسببها. تمام? ويدور ورا تامر النحاس. ابحث عن تامر النحاس في النادي الاهلي. انا عايز اسأل سؤال واضح وصريح. هو ليه? ليه? تامر النحاس اللعبة اللي بيجيبها لنا بتبقى كلها شوية سكلية وبرضو بيوقعه. وبيجدده. وبمبالغ طائلة. انا بسأل سؤال. مش هنفضل سكتين على موضوع النحاس ده كتير. بيجي لك لعيبة شربة تلبسهم ومش عارف بتلبسهم على اساس ايه? اللي جدد اللي وافق على تجديد عقد مروان محسن باثنين وعشرين مليون ده يتضرب في مدان عام. مش هولي يتضرب بايه? ده لازم يتحاسب. حتى لو هتقول لي ده المدير الفني هو اللي طالب. انا مليش دعو بالمدير الفني. يولع المدير الفني. المدير الفني لو سابني بكرة مش هبقال بسنة رمضان مروان دوت تلت تلت سنين. هباودي فين? مفيش نهاده هيقده. مفيش نهاده هيدفع لك المرتب اللي انت عامله فيه. فهتلبسه تلت سنين وعشرين مليون. رضا. رضا. حلو قوي. طلع قال لي بقى عم مروان محسن. قال لك كل اللي بيهاجموني. حب اقول لهم حزبي والله نعم الوكيل. قال ما حدث اعتقدت وقوعي في موقف التسلل من خلال رؤية داخل الملعب. على نعم انت ما عندك لرؤية ولا عندك اي حاجة. قال لك ففضلت ترك الكرة لمحمد هاني. وفوجئت بعد المباراة بهذا الكم من التعليقات. وكان تلك اللقطة هي وكأن تلك اللقطة هي السبب في كل ما حدث. شفت البرود في الرد. لعب ما عندوش اي اقروح عادي جدا بالنسبة له الهزيمة. يا ابن ده ايام ابو تريكا وايام بركات وايام الجيل العظيم بتاع النادي الاهلي ده. لما كنا بنتعادل مطش مع الزمالك او كنا بنخسر من الزمالك. اللعبة كانت بتطلع ما بيطلعوش الشارع اصلا. انت طال عليك عندك عندك حس او عندك دم انك تطلع تتكلم وترد وتقول لي في الاخر اصلا اللي بيهاجموني حزبي الله نعمل وكيل. حزبي الله نعمل وكيل دي تتقلل مين? تتقلل الجمهور اللي صابر على القرف اللي بيشوفوه. يا ابن انت ما بتشوفش مصطفى محمد بيعمل ايه? عيل من دور عيالك. ما بتشوفوش بيعمل ايه في الملعب. اتعلم يا عم من مصطفى محمد. اتعلم يا عم من اي نيلة. انت طالع تقول لي. اه كأن الكرة دي هي السبب في الخسارة. اه يا اخوي هي السبب في الخسارة. ما انت لو مهاجم عدل تستلم الكرة وتشوتها في الجون. انما هنجيب منين مهاجم عدل. حزبي الله نعمل وكيل في اللي جدد لمروان محصن. تاني. حزبي الله نعمل وكيل في اللي جدد لمروان محصن. السلام عليكم.